تظاهرات حاشدة لليسار الفرنسي يحتج هؤلاء ضد تعيين ميشيل بارني وزيرا أولا ينددون بما سموه استلاء الرئيس إيمانويل ماكرو على السلطة بعدم أخذه في الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بغض النظر عن الهراء الذي تفعله ومهما حدث سنصوت لإدانة هذه الحكومة في الجمعية الوطنية سادت التظاهرات أجواء من الاستياء والغضب جراء تكليف ماكرو بارنيه من حزب الجمهوريون بتشكيل الحكومة بعدما استبعد مقترح الجبهة الشعبية الجديدة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليوز الماضي اليوم نجد أنفسنا أمام النقيض التام لما صوتنا من أجله لقد احتشدنا اليوم في وحدة ووضوح حول هذا الهدف الواضح نقول إن إيمانويل ماكرون يجب أن ينحني لتصويت الشعب يجب أن يقبل عقوبة الناخبين له ما لدينا هنا هو خداع ديمقراطي لا يصدق على الإطلاق اليسار هو الذي يفوز في الانتخابات واليمين هو الذي يحكم نظمت ما يقرب من 150 مسيرة في كل أنحاء فرنسا الاحتجاجات الحاشدة شهدتها مدن من أبرزها باريس إضافة إلى نانت في الغرب ونيس ومارسيليا في الجنوب وستراسبورغ في الشرق ووضع تعيين بارني حدا لستين يوما من الترقب في أعقاب الانتخابات المبكرة التي لم تفرز غالبية صريحة وأسفرت عن انقسام الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل هي اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف وأكدت الرئاسة الفرنسية أن اختيار بارني البالغ 73 عاما أملته قدرته على الجمع على أوسع نطاق ممكن في مشهد سياسي مجزأ وبدأ بارنيه مشاورات لتشكيل حكومة يحقق من خلالها التوازنات اللازمة لتفادي السقوط عند أول مذكرة حجب الثقة في الجمعية الوطنية